زيت النعناع العطري وهل زيت النعناع يصلح كبديل صريح للمينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي والموضوع بجد يا جماعة زيت النعناع العطري فعلا بيعادل المينوكسيديل وبالدراسات العلمية وده اللي هنشوفه في الفيديو ده سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى جماعة تكونوا بخير وشعركم بألف صحة وألف خير زيت النعناع جماعة فيه منه أكتر من شكل وأكتر من نوع وأكتر من مركة فيه عندنا زيت النعناع العطري اللي هو زي اللي أنا جايبه ده ده بيكون من أقوى أنواع زيت النعناع ولكن ليه طريقة معينة في استخدامه هنشرحها في الفيديو فهركزوا معنا النوعه الثاني من زيت النعناع وهو زيت النعناع الطبيعي أو المعصور على البارد تبقى زي زيت نعناع كبيرة وضخمة ممكن توصل ليه مثلاً 60 ملي و100 ملي عكس الزيت العطري اللي بتكون في الغالب أزايز حجمها صغير بالمنظر ده وبيكون فيها حاجة زي أطارة داخلية برضو بالمنظر ده طيب نستخدم إيه؟ هل الاتنين كويسين لعلاج الصلع الوراثي والإنباط الشعر سواء شعر الراس أو شعر اللحية هل الاتنين درجة فاعليتهم واحدة؟ لا الفكرة يا جماعة زيت النعناع العطري أقوى وأكثر فعالية لاحتواءه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على رأسهم مادة المنتول ده بتساعد على زيادة الدورة الدموية في فروط الراس أو برضو في اللحية لو بنستخدمه لللاحية نيجل زيت النعناع العطري وهو الصيغة الأقوى من زيت النعناع يبقى مكتوب عليه pure essential oil أو زيت عطري نقي 100% زيت النعناع العطري لا يستخدم بشكل مباشر لا على فروة الراس ولا على شعر اللحية لإنباط شعر اللحية زيت النعناع العطري هو تاني أقوى زيت من حيث الحدة أو من حيث درجة الحرارة زيت حامي جدا يعني الزيت رقم واحد هو زيت القرنفل اللي يجي من بعديه زيت النعناع العطري الزيت ده ما ينفعش يا جماعة يتحط بشكل مباشر على فروة الراس كمان برضو ما ينفعش زيت النعناع العطري يستخدم بكميات كبيرة خاصة للناس اللي عندهم بشرة حساسة لو بتستخدموا للحية أو عندهم فروة راس برضو حساسة استخدم الزيت النعناع العطري ده يستخدم عن طريق وضع من 30 إلى 40 قطرة في قوام 60 ملي من أي زيت آخر حامل أفضل الزيت الحاملة اللي بيستخدم معها لو إحنا شعرنا جاف ممكن نستخدم حاجة زي زيت جوز الهند لكن لو إحنا شعرنا دهني أو شديد الدهنية يفضل استخدام زيت أخف شوية زي زيت اللوز الحلو أو زيت الججوبة والنسبة بقى للناس اللي عايزة تنبت وتكثف شعر اللحية هتخلطوا منه 40 قطرة هتحطوا من الزيت دي 40 قطرة على مقدار من 50 إلى 60 ملي من زيت الججوبة بالنسبة لزيت النعناع العطري لو هنستخدمه على الشعر خلطناه مثلا بزيت اللوز الحلو هنستخدمه ازاي؟ بيستخدم عن طريق الطارة أو دروبر بنستخدم منه من 10 إلى 15 قطرة على كامل فروة الراس مع التدليك ويترك على فروة الراس لمدة ساعة إلى ساعتين بعد كده يغسل بالشامبو هنكرر الخلطة دي مرتين أسبوعيا أو 3 لو احنا بنغسل شعرنا هي بتتوقف على احنا بنغسل شعرنا كم مرة في الأسبوع لو حد بيغسل شعره مرتين بالشامبو مرتين في الأسبوع يبقى يستخدم الخلطة دي مرتين في الأسبوع لو بيستخدم الشامبو طلب مرات يبقى يستخدم الخلطة طلب مرات في الأسبوع النوع الثاني من زيت النعناع وهو زيت النعناع الطبيعي الغير عطري في نوع زيت نعناع تاني موجود غير عطري هل الزيت ده سيء؟ لا هو مش سيء ولا حاجة وكويس برضو وممكن الاستعانة فيه للناس اللي عندها تساقط شعر مثلا أو تساقط شعر كربي أو للناس برضو اللي ممكن تستخدمه لللحية بيبقى كويس ولكن لللحية أنا بفضل أكتر زيت النعناع العطري ولكن اللي مش لاقي العطري ممكن يستخدم زيت النعناع العادي برضو مفيش مشكلة زيت كويس جدا ممتاز جدا ولكنه فاعليته أقل شوي فاللي مش لاقي زيت النعناع العطري ممكن يلجأ إلى زيت النعناع العادي هل زيت النعناع العطري فعلا بيعادل المينوكسديل كما يقال عليه في إنبات الشعر وعلاج الصلاع الوراصي؟ بصوا جمعة لكي أكون صادق 100% معاكم في دراسة اتعملت على زيت النعناع العطري وقارنته بالمينوكسديل ولكن المقارنة دي كان المينوكسديل 3% يعني هم جابوا مينوكسديل تركيز 3% وقارنوه بزيت النعناع العطري زيت النعناع العطري تفوق على المينوكسديل 3% ده في تحفيز نمو الشعر وإنبات الشعر دراسة دي موجودة وممكن ترجعوا لها في أي وقت مثلا على جوجل ابحثوا عنها دراسة سهلة جدا لو كتبتوا دراسة علمية عن زيت النعناع العطري هتلاقوها بمنتهى السهولة سيبنا بقى من الدراسة العلمية خالص تجارب المستخدمين مع زيت النعناع العطري فعلا مبشرة جدا وممتازة حاجة أنا لحظتها في زيت النعناع العطري مع استخدامه بشكل شخصي وبرضو مع ناس أعرفهم كانوا بيستخدموا التركيبة اللي بقولكوا عليها دي اللي هي التركيبة السلسية اللي كنت تكلمتوكوا عليها قبل كده كانوا استخدموها في البداية من غير زيت النعناع العطري يعني استخدموا زيت الجوجوبة ومعها زيت الروزماري كان بتشتغل كويس معهم كانت بتنبت لهم شعر بس كانوا بيقولولي أن نمو الشعر بطيء شوية قلت لهم طب متزودوا عليها زيت النعناع العطري نشوف كده إيه النتائج لما فعلا زودوا عليها زيت النعناع العطري شعرهم بقى بيطول بشكل أسرع وبقى طوله أكتر زيت النعناع العطري في مواد بتساعد على تطويل عمر الشعرية بتطول حاجة اسمها الأنجين فيز أو مرحلة نمو الشعرية بدل مثلا ما الشعرية تبقى عمرها سنتين وليكن لا بتطول عمرها تخليها توصل إلى خمس وست سنين فبالتالي الشعرية تطول أكتر نعناع العطري ده نجيبه منينا جماعة نجيبه من على موقع أمازون فيه كتير جدا من الشركات سواء المحلية هنا في مصر أو برضو المحلية في دول عربية كتير زي المغرب والجزائر والسعودية وفيه في الكويت برضو وفيه في الإمارات شركات محلية بتبيع زيت نعناع عطري جودته ممتازة جدا خشوا على أمازون اكتبوا زيت نعناع عطري هتلاقوا أنواع كتير جدا ممتازة شوفوا إيه النوع اللي عليه ريفيو كويسة والناس بتتكلم عنه كلام كويس وممكن تجيبوه نجيزة جميلة برضو في زيت النعناع العطري إن ممكن إضافته للشامبو إن إحنا ممكن نضيفه لأي نوع شامبو بنستخدمه سواء شامبو تجاري عادي جدا أو شامبو علاجي ممكن إزازة الشامبو اللي عندكو تضيفه عليها لو مثلا عندنا إزازة 250 ملي من الشامبو ممكن نضيف عليها من 30 ل40 قطرة من زيت النعناع العطري لو حد عنده إشرة بكتيرية أو إشرة فطرية هيمحيها تماما زيت النعناع العطري بيمحي تماما أي نوع من أنواع الإشرة أو البكتيريا اللي موجودة في فروة الراس بيعتبر منظف عام لفروة الراس والتنظيف القوي ده بيخلي فروة الراس تنبت شعرايا أحسن وأقوى زائد المواد الفعالة أصلا اللي فيه اللي بتساعد على إنبات الشعر وسؤال فيديو اليوم ما هي المادة الفعالة التي يرتكز عليها زيت النعناع العطري هل هي فيتامين سي أم مادة المنتول أم فيتامين الزينك اكتبولي الإجابة تحت في التعليقات وإيه لو عند حضراتكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص أي شيء اكتبولي تحت في التعليقات يا إما أنا هرد عليكم بنفسي يا إما لو فيه أحد الأصدقاء عنده مشكلة مشابهة للمشكلة بتاعتكم وجرب حل من الحلول الطبيعية أو الكيميائية مناسبة مثلاً لكم أو شبح حالتكم ممكن هو يرد عليكم برضو في التعليقات فعشان نستفيد كلنا ونجمع أكبر قدر من الاستفادة إحنا هنا مع بعض إيد واحدة علشان نحاول نساعد بعض بكل ما قطينا من قوة وتشرفت جداً أن أنت شفت الفيديو ده وأشوفكم على خير في فيديو جديد قرائب سلام علي ترجمة نانسي قنقر